اشتركوا في القناة المجتملة على معكوس الدوال المثلثية واخدنا المرة الماضية مثالا واحدا اللي هو رسمة الاولى كانت الى كوسين انفرس لسالب اكس والتانية كانت اتنين تان انفرس لمين لسالب اكس وشوفنا كيف رسمناهم ننتقل للمثال رقم اتنين وهو هاتل القيمة الحقيقية لكل مما يأتي بدنا قديش القيمة العددية للمقدار يعني لا بدى اشوف في المثال لا كوتان ولا صين انفرس ولا سيك انفرس بدى اشيشوف هذا كله وانما بدى قيمة محددة بنقوله بسيطة جدا يبقى هادي كوتان نجي نشوف فانه المرة اللي فاتت المتطابقة على الرقم اتنين قلنا انه صين انفرس اكس هي عبارة عن اود فانكشن يبقى السالب بيطلع بره من الفانكشن يبقى هذا باقدر اقول سالب ساين انفرس لنص وهنا نيجي لناقص الطلالة المتطابقة الرقم تلاتة رقم تلاتة لتلات نقاط النقطة الاولى في رقم تلاتة كانت سك انفرس اكس تساوي قصاين انفرس واحد على اكس و بشرط ان ال اكس اكبر من الواحد الصحيح او تساوي اذا عندي اتنين اكبر من الواحد الصحيح اذا بقدر اشيل هذه و اكتب قصاين انفرس واحد على اتنين يعني قصاين انفرس نص يبقى هادي كوساين انفرس لنص بالشكل اللي عندنا هذا هذا الكلام بدي يساوي كوتان بدي رأخد سالب عامل مشترك بيطلع لنا مين اللي هو الساين انفرس نص زائد كوساين انفرس نص بالشكل اللي عندنا هذا ويساوي كوتان لسالب أبصر قديش طلالي للمقدار هذا بين القوسين هل النص في دومين الساين انفرس وفي دومين الكوساين انفرس صحيح لانه الدومين تبعهم من سالب واحد الى واحد اذا فعلا طبقا للمتطابق الاولى هل كلام يساوي كديش بي على اتنين يبقى سالب بي على اتنين ويساوي بنرجع لك الكولاس ايه الكوتان ايبن والله اود اود دولة المثلثية الستاتين تين كانوا ايبن الهيكوسين الاكس ومقلوبها اللي هو سيكانت اكس وباقي الاربع نسب اود تمام يبقى هادي اود اذا السالب برا سالب كوتان باي على اتنين كوتان باي على اتنين طبعا مقدش بزيرو اذا المقدار كله هذا اللي عندنا بدي يساوي مين بدي يساوي زيرو ناخد النقطة التانية نمرابي يبقى نمرابي بدنا قديش قيمة سيك لمين لتان انفرس سالب ثلاثة سالب ثلاثة طبي كويس بدنا نعرف قديش القيمة العددية لهذا المقدار يعني لا بدي يشوف سيك ولا تان انفرس في المسألة بنقوله بسيطة جدا هذا الكلام بدي يساوي سيك الان تان انفرس من النقطة ثانية المرة قلنا اود يبقى مدام اود السالب ما له بيطلع بره تان انفرس يبقى هاي سالب تان انفرس لتلاثة الان السيك ايفن والله اود سيك واش الكلام اللي قلناه قبل قليل مش قلنا الكوسين والسيك ايفن والاربعة اود وين كنت في الفترة هادي يبقى صح صحيح كويس يبقى هادي بدي تساوي جداش سيك لتان انفرس ثلاثة ليش لانه سيك هي عبارة عن اود فانكشن ايفن فانكشن طيب الان التكتيك اللي اتبعنا المرة الماضية بننتبه عند حساب هذه القيمة بدي اقول له افترض انه ثيتة تساوي تان انفرس ثلاثة التلاثة طبعا في دومين مين تان انفرس ثلاثة تبعها كل ريال لايل اذا في عندي عبارة مكافئة لهذه العبارة وهي تان ثيتا يساوي قداش يساوي ثلاثة يبقى الظلب يساوي ثلاثة ممتاز الان لو رجعنا بالذاكرة الى الوراء وروحنا قلنا هيا عندي محاور هذا محور اكس وهذا محور واي وهذه نقطة من الاصل لما نجمع المعكوسة التان شلين الدومين تبع التان حصرنا من وين من سالب بي على اثنين الى بي على اثنين ممتاز اذا لو جيت على المحاور وقلت هذي ناقص باي حصرنا هذا لو مشيت معه عقارب الساعة لو مشيت ضد عقارب الساعة بتكون هذيshelf باي على اثنين اذا ما نحنى بعدنا نمشي من سالب باي على تنين الى باي على تنين يعني اخذنا اى الاربع من الاربع الاربع الاول والرابع ممتاز لو جيت لي التان التان هذا في الربع الربع يساوي قيمة سالبة وفي الربع الاول احنا عندنا تان ثيتا يقيمة موجبة اذا الزاوية ثيتا في الربع الاول يبقى لو جئنا قلنا هذه هي الزاوية ثيتا هذه الزاوية قائمة وهذه الزاوية ثيتا الظل يسوي المقابل على المجاور يبقى المقابل ثلاثة والمجاور واحد يبقى هذا بدي يكون جذر عاشرة حسب فيثا غورث اذا صارت المسألة عندنا هنا السيك لمين لتان انفرس ثلاثة بده يسوي السيك ثيتا لو جئت هنا السيك ثيتا الووتر على المجاور يبقى الووتر جذر عاشرة على المجاور اللي هو واحد يبقى جذر عاشرة القيمة الحقيقية للمقدار اللي عندنا طيب نعطي مثال نربط فيه الجديد بالقديم يعني نربط سيكشن سبعة ثلاثة بسيكشن سبعة ستة نمر السي بدنا بدنا قيمة الووتنين مرفوعة للأس لغاريتم باي سكوير للأساس أربعة ناقص كوساين انفرس لمين لسالب واحد على جذر اثنين بتعرف قديش قيمة المقدار هذا أو بسط المقدار هذا إلى أبسط صورة يبقى هذا الكلام يساوي بيقوله يا سلام لو كانت هذه أربعة وهذه أربعة كانت خلصنا من إياه من اللج وبظل ما داخل اللج لكن بسيطة الشغلة في ذاك هذا اللج باعي تربية للأساس أربعة يبقى التربية هذا أو اثنين بقدر هكتبه مين خارج اللج يبقى لو كتبناه خارج اللج بصير اثنين مرفوع للأس اثنين مضروب في لجاريتم باي للأساس مين للأساس أربعة هذا الترم الأول وجينا هنا ناقص وهي فتحنا ذوس المرة اللي فاتت أخذنا آخر النقطة اللي هي النقطة الرابعة كانت كوسين انفرس لسالب اكس يساوي قديش باي ناقص كوسين انفرس اكس بشرط الاكس من سالب واحد الى واحد واحد على جذر اثنين ما له أجل من الواحد الصحيح بإشارة سالب يجبه أكبر من سالب واحد الصحيح يعني في دمين مين الكوسين انفرس وهيه بالسالب إذن بدر أقول هذا هو باي ناقص كوسين انفرس واحد على جذر اثنين بالشكل اللي هنه طيب هذا الكلام بده يساوي اثنين تربية يعني قداش اربعة يبقى هذا اربعة مرفوع للأس لوجريتم باي للأساس اربعة للأساس اربعة ناقص باي زائد هذه ناقص ناقص زائد كوسين انفرس واحد على جذر اثنين طبعا يعطيت لك مثال زائد اللي كان كوسين اول مثال اخذته في هذا سيكشن كان كوسين انفرس نص قلنا خد ثيتا بكوسين انفرس نص اثر على الطرف من قصائي صار كوسين ثيتا يساوي نص يبقى زاوية ثيتا هي باي ثلاثة يبقى مين الزاوية اللي جيب تمامها واحد على جذر اثنين خمسة واربين هي باي على اربعة اذا هذا المقدار كله بقدر اقول باي على اربعة ويساوي هنا الاساس اربعة وهذا الاساس اربعة يبقى هذا المقدار كله يساوي قديش باي يبقى هاي باي وهاي ناقص باي وهاي زائد باي على اربعة يبقى الجواب كله قديش يبقى كل المقدار هذا الاجابة تابعته هي عبار عن باي على اربعة الروح للمثال رقم ثلاثة وهذا المثال جئنا به كسؤال في احدى امتحانات اعمال الفصل السابقة السؤال اللي بيقول لي حل بالنسبة الى اكس كوساين انفرس لسالب اكس ماقص لن اكس في اي اوساين انفرس اي اوساين انفرس اكس تمام كل هذا الكلام بدي يساوي باي على اثنين بيقول لي حل المعادلة اللي عندنا هذي وشوف انه قديش الاجابة بعد نقول بسيطة يبقى المطلوب من هذه المسألة انه اجيب قديش القيمة العددية بالنسبة لأكس انا قلي السؤال فور اكس من قوله بسيطة الحل كالتالي يبقى بدك تستخدم ايش عندك من معلومات في هذا السكشن او السكشنز الماضية مشان نقدر نحصل على اكس لوحدها طيب كوسين انبرس هي باي ناقص كوسين انبرس اكس يبقى هادي باي ناقص كوسين انبرس اكس خلصنا من التير من الاول اللي بعده لن هادي عبارة عن لن لمين لحاصل ضرب مقدارين يبقى لن الاول زائد لن التاني وفي انك شار السالب برا بشير السالب لن الاول سالب لن الثاني يبقى هادي سالب لن الاكس سالب لن اي وسين انبرس اكس كله بدي ساعة وكديش باي على اثنين طيب هادي صارت بعض ناقص كوسين انبرس اكس ناقص لن الاكس ناقص هذا الاس باقدر اخذ برا لن بصير سين انبرس اكس في لن الاي لن يعني هدف فقط هو ساين انبرس اكس بدي ساوي باي على اثنين يبقى هادي باي طلع لهادي هاها وهادي في بينهم سالب عامل مشترك يبقى باقدر اخذ سالب ويبقى لن كوسين انبرس اكس زائد ساين انبرس اكس بيضال لن هنا ناقص لن الاكس بدي ساوي جدا باي على اثنين شو راية هادي باي ناقص هادي كلها بقداش باي على اثنين وهادي ناقص باي على اثنين بدي ساوي لن الاكس جبت لن الاكس في الناحية تانية وجبت باي في الناحية اللي عنها هذا الترم كله بقداش زيرو يبقى هذا بدي يعطيك انه زيرو بدي يساوي مين لن الاكس يبقى الاي اوز زيرو بده يساوي اي اوز لان الاكس يبقى هذا بده يقول لك انه اكس يساوي اي اوز زيرو بقداش اذا حل المعادلة هو عبارة عن مين عن اكس يساوي واحد تمام اذا ننتقل الان الى النقطة الاخيرة من الجزء النظري في هذا السيكشن وهي مشتقط معكوس الدوال المثلثية والتكاملات المتعلقة بها يبقى بينا نيجي هنا للنقطة الثالثة والاخيرة في هذا السيكشن اللي هي مشتقط معكوس الدوال المثلثي خلي بالك معنا هنا باجي بقول لو كانت اليو اف اليو از ايه ديفرينشابل فانكشن او اكس ذن نمرة واحدة خلي بالك معايا كويس بدنا دي على دي اكس للساين انفرس يو يو هادي ليست اكس وانما هي دالة في اكس فباجي بقول مشتقطها واحد على الجذري التربية الى واحد ناقص يو تربية في دي يو على دي اكس وبشرط انه الابسليوت فاليو لليو عقل من الواحد ولا تساويه لانه ان ساوت واحد بصير المشتقة انديفاين واحد على صفر ما لنهاية كمية غير تعرفة نمرة اثنين بدنا دي على دي اكس لكوسين انفرس يو يبقى واحد على الجذري التربيعي لواحد ناقص يو تربية في دي يو على دي اكس والابسليوت فاليو اقل من الواحد بديني واحد منكم يفرط يقول يوب استنى المشتقتين زي بعض يقول لك نعم زي بعض ولكن باشارتين مختلفتين يبقى هادي ناقص تمام طيب بدنا نيجي الامين للتالتة بدنا دي على دي اكس لتان انفرس يو يبقى واحد على واحد زائد يو تربيع في الدي يو على دي اكس والكلام هذا صحيح فور اول اكس لانه الدومين تبع من التان انفرس كل الريال لاين بلاستي اتنا طيب بدنا نيجي الامين رقم اربع دي على دي اكس لامين لكو تان انفرس يو يبقى واحد على واحد زائد يو تربية في الدي وعلى دي اكس ابسوليوت باليو لليو وهذا الكلام صحيح فور اول يو بلاستي اتنا وهادي فور اول يو وليست فور اول اكس للكل بس طلع هادي وهادي زي بعض كمان بيختلفوا عن بعض بالاشارة فبنروح بنحط هنا اشارة مين سالب بالمثل رقم خمسة بدنا دي على دي اكس لسيك انفرس يو اللي هو واحد على ابسوليوت فاليو لليو الجدري التربية لليو تربية ناقص واحد في الدي وعلى دي اكس والابسوليوت فاليو لليو جريتر ذان وان اكبر من الواحد نمرا ستة الدي على دي اكس لكو سيك انفرس يو يسوي سالب واحد على ابسوليوت فاليو لليو الجدري التربية لليو تربية ناقص واحد في الدي ايو على دي اكس والابسوليوت فاليو لليو جريتر ذان وان نرجع لهذه المشتقات مرة اخرى ونعقد مقارنة ما بينها يبقى الان احنا عطينا مشتقة معكوس الدول المثلثية الست تمام هذول ستة ولا تلاتة ستة لكن في الحقيقة تلاتة لان التلاتة اللي زيهم بس بيشارة مخالفة يبقى هاي خصمنا عليكم خمسين في المية من اللي هو الحفظ والفهم وما الى ذلك تمام طيب نيجي الى التلاتة هذول مطلوب يعني احفظهم ولا بيجونا موجودات في الهداء بدك تعفظهم مثل اسمك تمام طيب نشوف حفظهم صعب ولا سهل اذا صعب بدنا الشي اياه واذا سهل بدنا اياه نيجي لان لو جذل مشتقة الثان انفرس اللي في المص فيها جذر لا واحد زي دي وتربية دي وعلى دي اكس اذا لو كانت هذه الثان انفرس اكس بقولوا واحدة الواحد زي دي تربية هي مشتقة الثان انفرس اكس صعب هذه؟ لا طيب ضلت الاولى والاخيرة الاولى والاخيرة هذي اللي فيها جذر يمكن بالنسبة للسين انفرس اكس مشتقة واحد على واحد ناقص اكس تربية لكن السيك انفرس قلبناها بصير ايش اكس تربية ناقص واحد ضربنا برا بس في امسوليوت فالولة اكس يبقى الجذر هو الجذر قلبنا اللي تحت وهذي كل بوقتها بتقول لك ضربناها فمين ضربناها في امسوليوت فالولة اذا كله بري ايزي هذا يزي صاحب بشكل الحين هادي وسيلة كيف انا احفظها الان بتلزك في المرة بعد ما تحلها كم سوال بلتجيك لحالك حافظتها مدون ايه مدون ما تحاول ايه تحفظهم تمام؟ طيب لو حبينا نسأل من اين لك هذا؟ يعني انت كيف جبتم هدول؟ يعني اخبط الزك بس حقناهم ولا يلهم براهيم بديش ابرهنهم كلهم كفيني واحدة بدي ابرهلك واحدة فيهم مشان تعرف كيف اجت وبعد قليل ببنى الروح لاستخدمي التكامل نستفيد معلومات لم نكن نعرفها قبل ذلك خلينا في الاول برو تمام؟ اللي ببرهنهم بتيجي اذا برهنت واحدة يقولتك الباقي زيوه خلصر كلهم مطلوف يجي ولا مجيش بهميش بهمني تعرف من وين هذا اجب مش نزل من السماء زي ما هو لا نزل بعلم طيب نجي لو اخده مثلا ايه؟ قالي بلك اينه؟ لو عندنا y تساوي ساوي السين انرس اكس بدنا نشتاقها مشان نشتاقها لم اعرفش مشتاقة السين انرس لكن بقدر اجيب العبارة المكافئة لهذه العبارة العبارة المكافئة لهذه العبارة لديه السين الواي بدن نساوي مين؟ بدن نساوي اكس بنقول اوه يعني لو كان عندي مثلث قائم الزاوية بهذا الشكل وهذه الزاوية Y فجيب الواي المقابل على الوتر يبقى هذا المقابل وهذا الوتر وحسب فيه ثاغورف اضلع التالت واحد ناقص X تربية تمام طب بنت نشتق هذه يبقى هذا بدي يعطيك تفضل السين بيكو سين Y في D Y على D X هذا مشتقت الطرف الشمال الطرف اليميني مشتقته بقديش بواحد هذا بدي يعطيك انه D Y by D X بدي يساوي واحد على وصين الوا تمام هذا بدي يعطيلك D على D X ليه من هي الواي صين انفس اكس صحيح ويلا اذن بدي يشيل وي وحط قمتها صين انفس اكس بدي يساوي واحد بدي اجي على كوصين ازاي الواي الكوصين هو المجاور على الوطر يبقى الجذري التربيعي لمين لواحد ناقص X تربيع وهو المطلوب ما تظلش غير تشين رول باجي بقول F الU is a differentiable function of X لن بدأ طبقت تشين رول فبقوله D على DX لسين inverse U يساوي واحد على الجذري التربيع الواحد ناقص U تربيع في D U على DX وهنا absolute value U اقل من الواحد وهنا absolute value X اقل من مين واحد وهو المطلوب التكتيك تبعا لك الباقي بنفس الطريقة لكن لكن هذا هيجيب لي الشغلات ما كنت شاقدر عملها قبل هيك زي ايش مثلا الان بتبدي لتكامل اثنين را واحد لو جيت قفلة قديش تكامل واحد على الجذري التربية لأي تربية ناقص X تربية في DX هذه شبيهة بهذه اللهم إلا بدل تربية عجل مين لول واحد تمام يعني كأنه هذه حالة خاصة من مين من هذه منقول بسيطة هذه بنقدر نقول لك الجواب كالتالي يساوي Sine inverse للX على A زائد كونس T C آه هذه ما كناش بنعرفها قبل هيك لا في كالكونس A ولا حتى اللي درسنا في كالكونس B طب النقطة الثانية لو عندك تكامل واحد على A تربية زائد X تربية يعني شبيه بمين بهذه قديش النتيجة يبقى النتيجة واحد على A في مين في تان inverse X على A زائد كونس T طب والتالتة والاخيرة التالتة والاخيرة يتكامل لواحد على X الجذري التربية لX تربية ناقص A تربية DX يساوي واحد على A في 6 inverse absolute value X على A زائد كونس T C شوف هزيدي مجدش عفويا كمان الشغلة لما واحدة تن تن تلاتة لاحظ 2 و3 في جبلها واحد على A لكن في حالة الصين ما عنديش واحد على A ليش هذا الكلام اللي بدنا نقوله مشان نثبت صحة T 3 التلاتة اللهم نفس التعويضة كويس ايش التعويضة اللي بنحطها بدنا نيجي منشان البرهم بدك تقول POD X بده يساوي A T يبقى DX يساوي A في مين في DT يبقى لو بد برهن اي واحدة منهم ولتكن النقطة الاولى للا A تبعت فضاع هقول لك الان ابيلك انها ضاع فعلا وهدلك يقول لك الA تبعت هم موجودة كيف فبعج يقول احنا بدنا تكامل واحد على الجذري التربيعي الى A تربيع ناقص X تربيع DX يساوي تكامل DX يبقى داش بA DT يبقى الA DT طبعا يا شباب كله اللي عندنا هادي الA والA والA كله الA جري طرد لان zero يعني بقى تحط لي انه الA اكبر من zero دائما وابدا يبقى باجي بقول على الجذري التربية اليمين لالA تربيع ناقص X تربية تعني A تربية T تربية يبقى A تربية T تربية بالشكل اللي عندنا هنا يبقى هذا الكلام بدي يساوي تكامل A DT على A تربية مع A تربية تطلع برا بA يبقى هذا الA وهذا الجذري التربية لواحد ناقص T تربية الA والA مع السلامة يبقى تكامل DT على الجذري التربية لواحد ناقص T تربية اتطلع لي هنا هاي عندك مين مشتاق سين انفرس X هي واحد على واحد ناقص X تربية لو كاملت هنا بيجيني التكامل اللي هناك صح ولو كاملت هنا حيضيع تفاول مين بيطلع عندي سين انفرس X يبقى هذا الجواب بدي يساوي سين انفرس T زائد كونستان C لكن اطلع لي هادي T بداش بدها تساوي X على A اذا هادي بدها تساوي سين انفرس لX على A زائد كونستان C وهو المطلوب الاول اللي عندنا هادي طيب نفس التعويضة بدي احطها للدلة اللي عندنا هادي يبقى ايش بتصير يا شباب A تربيع T تربيع وهنا A D T يبقى بدي اخد A تربيع عامل مشترك وفوق ايه بيظل قداش واحد على ايه هاي وبيظل واحد على واحد زائد T تربيع اللي هو تان انفرس T بشيل T بحط مكان X على A بيقول حصلنا على هادي هادي بنفس الطريقة اللي بعدها بدي اشيل X وحط مكان A T وهادي A تربيع T تربيع وفوق A D T صار عندي هنا ايه هنا ايه تربيع ايه تربيع تطلع برا باي مع ايه ايه تربيع وعندي ايه فوق وحز A T تربيع ناقص واحد لل T بشيل T وبحط مكان X على ايه بيقول وصلنا لمن وصلنا للنتيجة تمام لعدين انتهى الجزء النظر لتابع السيكشن لكن استفدنا فائدة كبيرة جدا كثير من المسائل اللي كنا بنقدر شين كاملة في كالكولوس ايه او في السيكشن الماضية هاد هاي نكاملها بسهولة خاصة اذا المسألة فيها جذور يبقى كدرنا نتخلص من الجذور ونحط التكامل تابع مين الدلة اللي عندنا طيب اذا نبدأ ناخد ايه بعض الامثلة على هذا الموضوع يبقى اول مثال بيقول ل فائند ذا فولوينج لميتز بدنا النهايات التالية اول واحدة منهم بدنا لميت لما ال اكس بدها تروح الى انفينيتي لل اكس في تان انفرس اتنين على اكس طب ما اخذنا لميتز قبل ذلك وليه جاي تعطينا لميتز هنا ل اجابة بسيطة جدا لانه هناك اخذنا لميتز في حالة لميتز وما اخذنا هاش لمعكوه ما كانش ولا سؤال في معكوس لدى المثلثية لانه ما اخذنا هاش الدواء المثلثية يوم انا اخذنا قاعدة لوبيتل اذا بدنا نعمم لوبيتل لمعكوس الدواء المثلثية والله غيره طب الان بديحسب هذه اللي ما تيبقى اول خطوة هي التعويض المباشر شيل الاكس وحط لي انفينيتي ونشيل الاكس بزيرو تان انفرز زيرو بزيرو يبقى انفينيتي بزيرو هي الحالة الثانية يوم ما درسنا اللي فيه قاعدة لوبيتل يبقى بدنا نحور هذه المسألة بحيث نحولها الى زيرو على زيرو او انفينيتي على انفينيتي يبقى هذي الليمت لما لما لمين لتان انفرز اتنين على اكس على واحد على اكس هذه حولت للمسألة لمن واحد عمالة نهاية بزيرو واحد عمالة نهاية بزيرو تان انفر زيرو يبقى صارت زيرو على زيرو مدام زيرو على زيرو اذا بقدر استخدم قاعدة لوبيتل يبقى هذا الكلام بدي يساوي الليمت لما الاكس تنز تو انفينيتي مشتقة انفرز اخدناها قبل قليل يبقى واحد على واحد زائد اتنين على اكس الكل تربيع في مشتقة الزاوية اتنين ملكش دعوة مشتقة واحد اكس بسالب واحد على اكس تربيع يبقى هاي عندك الاتنين في سالب واحد على اكس تربيع على مشتقة المقام كمان لي بسالب واحد على اكس تربيع نختصر هذا المقدار مع هذا المقدار وبالتالي بتقول المسألة الى اتنين برا الليمت وهاي الليمت لما الاكس تنز تو انفينيتي بقي عندنا فقط واحد على واحد زائد اتنين على اكس الكل تربيع طب نعمل تعديد مباشر عدد على مالة نهاية بزير بضل جدا واحد على واحد اللي هو بواحد يبقى الجواب اتنين في واحد ويساوي اتنين قيمة هذه الليمت طيب نجي ناخد هذا نمرة واحد خل نمرة اتنين بدنا الليمت لما الاكس بدأ تروح للزيرو من جهة اليمين للصاين انفرس اكس تربية على الصاين انفرس اكس الكل تربية تعالي نعود تعويد مباشر زيرو تربية بزيرو الصاين انفرس زيرو قداش منحنا الصاين انفرس بمر نقطة الاصيل اول راس ما اخدناها في معكوس الدوان المثلذية يبقى صاين نظر زيرو قداش بزيرو اي زيرو على زيرو تربية اللي هو قداش بزيرو اذا بقدر استخدم قاعدة لويتل مباشرة يبقى هذا الكلب لما الاكس بد يروح للزيرو من جهة اليمين لمشتقة البسط على مشتقة المقام واحد على الجذري التربيعي لواحد ناقص اكس تربيعي لكل تربية في مشتقة الزاو يبقى داش باثنين اكس هذا كل البسط بنجي المقام المقام قوس والقوس مرفوع لقوس يبقى بنجي بنقول القوس في القوس نفسه اه في مشتقة ما داخل القوس مشتقة الصين ننفصل لواحد على الجذري التربيع لواحد ناقص اكس تربيع طيب هذا الكلام بده يساوي لما الاكس بده يروح للزير ومن وان من جهة اليمين اظن اتنين في البسط واثنين في المقام هادي مش لازمة ايش بده عندي في البسط هذا هذا بده اعيد صيارته فبقول واحد على السؤال هو اليس هذا فرق بين المربعين يعني بقدر احل له واحد ناقص اكس تربيع واحد زائد اكس تربيع كله تحت الجذر وبالتالي بقدر اوزع الجذر لكل منهما يعني هذا كأنه هو الجذر التربيع الى واحد ناقص اكس تربيع في الجذر التربيع الى واحد زائد اكس تربيع هذا الجذر الاول اللي عندنا هذا تمام وفوق ظلت عندنا هذا الواحد مضروب في اكس يبقى ب اكس دغري. يبقى اصبح ان اكس على حاصل ضرب الجذرين هذا من البسط. نيجي للمقام. المقام هو ها واحد على صين انغرس اكس. هذا الجذر بدي نقلب ويطلع وين? فوق. يبقى لو انقلب وطلع فوق بصير الجذر التربية الى واحد من ناقص اكس اظن في اختصارات الجذر هذا والجذر هذا ما له مع السلامة. اذا الى متى اللي عندنا الى اكس بدأت تروح الى زيرو من جهات اليمين. بقي في البسط فقط اكس لا غير. في المقام صار عندنا الجذر التربية لواحد زائد اكس تربية في صين انغرس اكس ويساوي. لو جيت عوض التعويض مباشر. يبقى هادي بزيرو. هادي بزيرو في واحد يبقى بزيرو. يبقى كمان مرة. يبقى هاي المت. لما الاكس بدي روح للزيرو من جهة اليمين. تفاضل البسط بواحد على تفاضل المقام. المقام مشتقة حاصل ضرب دلتين. يبقى الدالة الاولى في مشتقة الدالة الثانية. مشتقة الصين انفرس اللي هو واحد على الجذر التربيعي لواحد ناقص اكس تربيع. زائد الدالة الثانية اللي هي الصين انفرس اكس في مشتقة الاولى. مشتقة الجذر بواحد على اتنين الجذر. تمام? في مشتقة ما داخل الجذر اللي هو بقداش? باتنين اكس. طيب. نجي نشوف العوض عن اكس بزيرو. يبقى هاي بصير واحد على. زيرو بالطير هادي. زيرو بالطير هادي. بظلوا واحد على واحد اللي هو بواحد. وصل لزائد زائد. صين انفرس لزيرو في زيرو على اتنين. يبقى قديش بزيرو. يبقى الجواب كله قديش? يساوي واحد صحيح. هو نهاية هذه الدالة. حدا بديس الي سؤال بالنسبة لهذه اللي بت? طيب انتهينا من المثال اللي هو الاول ببنى الروح للمثال الثاني. يبقى اكسامبل افلا واحد واحد بالنسبة له نهاية صحيح. له اجلاء تتو. بذ pall two. يبقى لي فايند واي برايم. لqualزق Live. بدجت مشتقط كل من المقادير التالية. مشتقط كل من المقادير التالية. يساوي tan inverse للن الاكس يبقى كأن المسألة y تساوي tan inverse u u هي عبارة للن الاكس يبقى واحد على واحد زاد يو تربية في مشتقة اليو حسب ما خدناه قبل قليل يبقى هذا بدي يعطي لك انه y prime يساوي مشتقة tan inverse واحد على واحد زاد يو تربية يعني لن الاكس الكل تربية في دي يو على دي اكس يعني في مشتقة جديش يعني واحد على اكس اختصارات ما فيش بروح بخليها نمرة اتنين بدنا y تساوي كتان inverse كتان inverse الجدري التربية الى اكس تربية ناقص واحد خلق لك هنا y prime يساوي الكتان inverse اشارته عند الاشتقاق بالسالم يبقى سالم واحد على واحد زاد الجدري التربية الى اكس تربية ناقص واحد لكل تربية تمام في مشتقة مين الجدر مشتقة الجدر واحد على اتنين الجدر اها في مشتقة مين ما داخل الجدر الى اتنين اكس بسط سالب واحد على واحد طلع لي هنا تربية حيطير الجدر يبقى بضل واحد زاد اكس تربية ناقص واحد هاي ربعني هذا المقدار اتنين مع اتنين الله يسهل عليها بضل عندي مين اكس على مين على الجدر التربية الى اكس تربية ناقص واحد يبقى هذا الكلام يساوي سالب واحد على اكس تربية واحد وسالب واحد مع السلامة بضل مضروب في اكس على الجدر التربية الى اكس تربية ناقص واحد نختصر ال x مع ال x بيظل ناقص 1 على x الجدر التربيع على x تربيع ناقص 1 طيب السؤال الثالث السؤال الثالث بيقول لي y تساوي جدر ال x the square root لل x في cosine inverse the square root لل x كله اس 4 يبقى بدنا y prime تساوي يلا فكروا لي في الموضوع كيف بنحل السؤال هنا طلعنا كويسي يباشى عندنا هنا حاصل ضرب دلتين يبقى الدلة الأولى في مشتقة الدلتين الثانية قوس مرفوع لقوس يبقى القوس في القوس مرفوع لنفس القوس ما تروح منه في مشتقة ما داخل القوس اللي هو مين سالب واحد على واحد زائد مربع هذا اللي هو جدر ال x لكل تربيع في مين في مشتقة الزاوية اللي هو قداش واحد على اثنين جدر ال x يبقى كل اللي عملناها نخلق على اكتير اللي لسه الاول في مشتقة الثانية زائد الثانية زائد كوساين انبرس لجدر ال x لكل قوس اربعة في مشتقة جدر ال x لواحد على اثنين جدر ال x واحد على اثنين جدر ال x طبعا في اختصارات هذه x جدر ال x في المقام وجدر ال x في البص اثنين هذه وهنا اربعة بضل اثنين يبقى اصبحت النتيجة كالتالي يبقى ان هذا كله ناقص اثنين وهنا كوساين انبرس لجدر ال x لكل تكاير على من واحد زائد x فقط لا غير هذا الجزء الاول الجزء التالي فيش فيه اختصارات يبقى يبقى كما هو كوساين انبرس لجدر ال x لكل اص اربعة على اثنين جدر ال x خطوة خطوة لولا مرة تانية قال يبقى لك معي كويس صح صح اللي كان سرحان اللي مش فاهم اللي ناسي اللي اللي خل لك معي هذا المسألة اللي لدينا هذي يبقى احنا لدينا هذي دالة هذي function وهذي function تانية اذا سؤال هو مشتقة حاص ضرب دالتين بدأج اقول الدالة الاولى في مشتقة الدالة الثانية الدالة الاولى جدر ال x الدالة تانية gos ومرفوع ال us في كالكولوس ايه علبوك المدرسين انشودة ال us في ال gos مرفوع لنفس ال us مطرح منه واحد في مشتقة ما داخل ال us مش هيك بدنا نترجمها حرفيا يبقى هذا ال us القوس زي معه مرفوع لنفس ال us مطرح منه واحد يبقى يصار ثلاثة مشتقة ما داخل القوس يعني مشتقة ب cos inverse لي سالب واحد على واحد زي بمربع الزاوية طيب الزاوية هادي دالة في x مش x يبقى نروح نضرب في مشتقة جدر ال x ال 1 على 2 جدر ال x اظن الثانية فيش فيها مشكلة ولا حال ايو اسمع عن طريق لات ايو 1 على 2 جزر هادي ها جدنا نضرب مرتين كيف مرتين مرتين عشان اللي تح هات مرة بداء لها بقو يا راجل تقل له مشتقة هادي هاي نوس وهي تكاين في مشتقة دلي جو القوس مشتقة الكوساين سالب واحد على واحد زائد مربع المقدار هذا ضرب اسمع تهينها وين هو الجدر الكوساين الجدر جازك هذا صحيح هذا مظبوط وهذه كوساين سبحان الله هذه سالب مظبوط كلامك صحيح هذا صح طبعا طبعا وفوق كل ذي علم عليم وقر انه اخطات هو الراجل بحكي صحيح لانه هادي مشتقة الكوساين انفرس يواحد على الجدر التربية لواحد ناقص اكس تربية يبقى هذه بالناقص يبقى هذه بتصير بالناقص بالشكل انه واحد ناقص اكس وتحت الجدر فقط لا غير ما استمام يبقى هذه عدلناها طيب بنجرى النقطة الرابعة النقطة الرابعة بدنا واي تساوي ثلاثة واستان انفرس اكس زائد فتان انفرس لثلاثة والسكس أنا بلكن بدنا نشتق هذه وننهي المحاضرة ان شاء الله وتعالى بدنا واي ترايم يساوي هذه كينها اوس يبقى اوس في لن الاف ومشتقة الي مظبوط يبقى اوس يدل كما هي في لن التلات في مشتقة التان انفرس بواحد زائد اكس تربيع تمام خلاص ما منها الكوتان انفرس شاريتها بالسالب يبقى سالب واحد على واحد زائد ثلاثة اوس اكس الكل تربيع في مشتقة من التلات اوس اكس الي تلات اوس اكس في لن التلات اكتر من هيك ما عنديش اللهم الا اذا بدك تكتب هذه تلات اوس اتنين اكس معناش مشكلة واذا بدك تكتب ها تسعة اوس اكس كمان معناش مشكلة يبقى ها هذا اوس مركب ثلاثة اوس الاكس في اثنين ولهو باثنين اكس او تلاتة تربيع اوس اوس يعني تسعة اوس كتبت ايه كتبت ايه كتبت ايه كله زي ما ما عنديش اختصارات يبقى بخليها بروح وبس بنكمل ان شاء الله المرة القادمة